سئل رجل كيف تعرف أخاك فقال الذي يحمل همي ويسأل عني ويسد خللي ويغفر زللي ويذكرني بربي فقيل له وكيف تكافئه قال أدعو له بظهر الغيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثل الأخوة في الله كمثل اليد والعين إذا دمعت العين مسحت اليد دمعها وإذا تألمت اليد بكت العين لأجلها قال الحسن البصري رحمه الله تعالى تواصلوا مع أصحابكم فالصاحب الوفي نصباح مضيء قد لا تدرك نوره إلا إذا أظلمت بك الدنيا اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك آمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته